عدد كبير من الاحزاب نزلوا مبارح مدان التحرير وعدد اخر من الاحزاب والاقتلافات انتنعوا ان هما ينزلوا مدان التحرير كان المفروض تبقى مليونية انما اعتقد انه من اللي احنا شفناه ومن اصدقاء ليه كانوا في مدان التحرير ما وصلتش لدرجة المليونية انما كان فيه عدد كبير جدا من الاحزاب والاقتلافات ونزلين بيقولوا يا جماعة قانون مجلس الشعب والشورى فيه اختلاف كبير جدا عليه وانه اللي انتو وصلتوله وبعد ما عادنا مع المجلس العسكري انتو ما عملتوش اللي احنا اتفقنا عليه واحد اتنين طبعا هيتكلم بالتفصيل عن هذه المواضيع المواضيع دي كلها اتنين قانون الطوارئ ما ينفعش يرجع تاني بعد ما فضلنا سنين بنقول قانون الطوارئ لازم ينتهي فما ينفعش يرجع تاني تلاتة قانون الغدر اللي احنا اتفقنا عليه واتفقنا ان احنا لازم نحاسب الناس اللي بوزوا بلدنا بشكل او باخر طبعا كان فيه مطالب تاني لكن واضح انه كان فيه منصات عمالة تقول اسلامية اسلامية وكان فيه منصات تانية عمالة تقول مدنية مدنية في الاخر الامور هديت ومشيت وكان فيه مسيرة المفروض انها تروح للمجلس العسكري او قيادات الجيش في العباسية ورجع التاني يقال انه راحوا قابلوا الناس وكان فيه ناس في العباسية كانوا حيصدوهم ولكن الحمد لله ما حصلش مشادات أو تجاوزات بشكل أو بآخر زي اللي حصل في الأشهر اللي فاتت والجيش وصلوا الرسالة والفريق سامي عنان في لقاء مع الأحزاب أو رؤساء الأحزاب النهاردة كمان كم ساعة معايا ضيفين مشرفيني في الستوديو هنتكلم طبعا عن الموضوع بتاع مبارح وكمان هنتكلم ونتناول عدة مواضيع كده معظم الناس عايزة تسأل حزب الوفد بعض الأسئلة الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد وعدو الهيئة العليا لحزب الوفد صباح الخير يا فن صباح النهار أهلا بك والمهندس باس العادل عدو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار صباح الخير يا فن صباح خير نورتونا ومشرفيننا حضراتكم التنين كنتوا مبارح في مداني التحرير تمام مين اللي مجاش؟ طب اللي مجاش؟ الحرية والعدالة اللي مجاش؟ طيارة السلافي وده كان أمر متوقع هم قالوا مسبقا أنه هم مش هيشاركوا يعني فكان واضح للأيان أنه هم مش هيشاركوا لكن على الجانب الآخر كافة القوى الوطنية شاركت بالأمس عشان كده احنا شوفنا أن اليوم مر مر بسلام آه صحيح كان في حالة غضب عام من بعض الأمور اللي ما استجبش المجلس العسكري بسرعة لها لكن الخلاصة العامة أنه كان يوم بيعيد أجواء المليونيات يعني أنا بتفق معاك أنه ما كانتش مليونية لكن بيعيد أجواء المليونيات بيعيد وبيأكد أن المصريين بدأوا يشاركوا في صناعة القرار بدأوا يشاركوا في صناعة مستقبل وده اللي احنا بنساعدين كلنا في هذه المرحلة مهندس باسل عادل حضرتك كنت موجود في مداني التحرير أنا للأسف الشديد ما زلتش مداني التحرير مبارح لكن ليه أصدقاء كتير جدا كانوا موجودين ويقولوا أنه كان فيه عدد كبير من السلفيين موجودين في المدان لا هو الحقيقة لا الطيارات الدينية كطيارات سياسية منظمة ما كانتش موجودة يعني لا الحرية والعدالة ولا أحزاب السلفية زي الأصالة زي النور كانواش موجودين اللي كانوا موجودين بعد أنصار مرشح الرئاسة حازم أو اسماعيل وهو بطبيعة الحلم يعني ينتمي للطيار السلفي فاللي كانوا موجودين مؤيدي وأنصاره فقط والحقيقة هنا بياخدنا التناقض غريب جدا ما بين أن الطيارات الدينية أعلنت رفضها للقانون ورفضها لتطبيق حالة الطوارئ وكل الأمور دي وفي نفس الوقت لم تشارك فهنا فيه تناقض ما بين وجهة النظر والعمل على تأييد أو فرض وجهة النظر دي وبيدفعنا التساؤل يعني أن دايما الطيارات الدينية بتيجي بأفعال متناقضة وأنا الحقيقة لأ مختلف معاك في حتة إن مبارح مش مليونية لأن المسألة مش مسألة عددية لأن جمال مبارح إنها طيارات سياسية مختلفة ما حشدتش حد وفردتش عضلاتها هي قالت للناس إحنا عايزين واحد واثنين وتلاتة اللي ممكن أقولهم لك موضوع قانون الانتخابات إنهاء فرض حالة الطوارئ القانون لازم يبقى موجود قانون الطوارئ إحنا منكلم على حالة الطوارئ مسألة العزل السياسي مسألة قانون الانتخابات الجديد وهكذا شوية الأشياء دي إحنا ما حشدناش ما جبناش أعضاء الحزب لكن قلنا حزب المصريين الأحرار نازل وكل أحزاب اللي نزلوا دول المصريين اللي حاسين إن الثورة في خطر وعايزين يستردوها من هنا تيجي قوة العدد وقوة الفكرة اللي هي أهمة بكتير من فكرة العددية والحشد بداية 25 نينار على فكرة ما كانتش المفروض عدد كبير فضيع ولكن الرسالة هي اللي كانت قوية جدا تمام سيد عيسان بعد إذنك قانون الانتخابات المجلس العسكري قعد مع حضراتكو مع الأحزاب الأخرى والاقتلافات وبناء عليهم في القاعدة طلع وقال التلتين للقائمة النسبية التلت للفردي وهو ده اللي احنا كنا متفقين عليه وهو ده اللي احنا المفروض انه كنتوا عايزينه دلوقتي انتوا نازلين مبارح بتقولهم فيش حاجة اسمها الفردية مش عايزين الفردية ومن ضمن طبعا المساوئ بتاع الفردية من وجهة نظركو انه المادة الخامسة انه حتى لازم لو نازل قائمة فردية ما يبقاش تابع لأي حزب ولو بقيت في مجلس الشعب ما تنضمش لأي حزب هو ايه مساوئ المقطة دي بالزبط يا أستاذي ده خلينا اقول لك الأول ان القوى السياسية لأول مرة في مصر من سنة 1866 تجتمع على ان النظام الانتخابي الامسل للمرحلة الانتقالية هو القائمة النسبية غير المشروط ده من أول من أول ما قامت الثورة وده هدف نبيل أجمعت عليه القوى الوطنية كلها كويس كده بس لما المجلس العسكري طرح مشروع القانون الأول بانه التلتين للفردي والتلت للقائمة القوى السياسية اجتمعت وعملت مصروع قانون وراحت سلمته مجلس الوزراء وسلمته للمجلس العسكري على انه هم محتاجين قانون للقائمة النسبية بالكان كويس دخلنا في مفاوضات وده وارد في السياسة ان يحصل تفاوت وصلنا في التفاوت في المرحلة الأولى مع المجلس العسكري انه يبقى 50% بالقائمة و50% بالفردي ثم بدأت القوى السياسية تمارس ضغوط ضغوط ليه؟ لانها مدركة انه بعد صورة عظيمة زي صورة 25 يناير قاني الأواني ان احنا نعدل في ذهنية المواطن المصري في ذهنية الناخب المصري اللي اعتاد انه ينتخب عضو مجلس محلي او عضو يقوم بالأمور الخدمية انه ينتخب نائب مهمته الرقابة والتشريح فمرست القوى السياسية ضغوط والتقب المجلس العسكري اكتر من مرة ووعد بدراسة الامر كان العائق الوحيد اللي كان دايما بيحطوه امام الاحزاب انه ربما يتم الطعن على القانون بعدم الدستورية اقدر اقولك ان نص المادة 62 في الدستور المعطل تم نقلها برقم 38 في الاعلان الدستوري واللي بتدي المشرع الحق ان ياخد باي نظام انتخابي ولما اقول اي نظام انتخابي يبقى هو حر انه ياخد مرة بالقيمة مرة بالفرد يجمع يجمع ما بينه قال خلاصة انه طالما دخلنا في تفاوت ايوه لازم تمهدلي وتقول لي انك ليه متمسك بانك تجيب التلت في الوقت اللي القوى السياسية كلها توهمت ان المجلس العسكري هيصدر القانون مرتبط بتقسيم الدوائر يعني القيمة النسبية بالكامل مرتبط بتقسيم الدوائر اتفاجئنا بمشروع القانون مش حتى اللي كان معلن يعني مش التلت والتلتين وخلاص لا احنا اتفاجئنا بانه التلتين للقيمة والتلت وحط قيود اول هذه القيود انه منع الاحزاب السياسية من انها تترشح على المقاعد الفردي فانت كنت تلتبت عندك بعض الشخصيات العامة لتصلح انها تنزل في الاماكن الفردية النواب السابقين اللي ليهم جمالية فتقدر تدي فرصة للشخصيات الكبيرة اللي موجودة داخل الاحزاب المفكرين والعلماء اللي هم دول ما بينجحوش في الانتخابات غير من داخل القيم انك تحطهم داخل القيم لما تفاجئهم بان القيمة هتبقى اربعة او ستة على اخصى تأدير وان ممنوع ان الناس تنزل في الفردي انت بتفتت الاحزاب من الداخل لا بتديش فرصة انك تعمل قيمة قيمة سليمة بالاضافة كمان انك بتصدر على الحريات العامة للمواطن يعني انا ترشحتي فردي وبعدين تبين ان انا ليا ميول لبرالية مثلا يعني انضم للوافد انضم للمصريين الاحرال انت ليه تمنعني ليه تحرمني كنا ده احنا كنا بنهجمه قبل صورة 25 يناير لان كنا عارفين ان كل المستقلين اللي بنزلوا بنزلوا على مبادئ الحزب الوطني وفجأة بمجرد النجاح ينضم للحزب الحزب الوطني فيحصل على 97% دي صغارات دي صغارات انا اتمنى ان الحكماء في هذا الوطن يستجيبوا القوى المعارضة وان افضل نظام انتخابي على الاقل في هذه المرحلة في المرحلة الانتخابية تبقى بالقائمة النسبية عشان توسع دائق الدائرة وده نربطه مباشرة يعني في جزء كبير جدا متفق بس الحقيقة مسألة الدستورية هي الحقيقة مش متعلقة بس بالمواد اللي صدرت في الاعلان الدستوري بس كمان في مواد لي علاقة بالحريات العامة هو الخوف من شبهة عدم الدستورية ان فيه روح عامة للحريات العامة للمواطن انه ما تفردش عليه قيود وبعدين تقول له انت من خلال القيد ده فقط تقدر تخش مجلس الشعب وجائز من هنا جات فكرة التلتة وكده بس كان فيه فكرة بديلة ان يبقى فيه نظام القايمة النسبية غير مشروطة مية في المية ولكن ويسمح للمستقلين انهم ينتظموا في قوائم يعني كان ممكن نعالج ده بس ما تبقاش المسألة من البوابة الفردية الفرق سامي عنان لو قاعد معاكم النهاردة وحللكم المشكلة دي بتاعت التلت والتلتين والتلت الخاص بالفردي هل المشكلة خلصت كده ولا فيه صغارات تانية في القانون لا هو المشكلة جاية ان الثورة قامت ضد الحزب الوطني واحنا الحقيقة الوقت يتفاجئنا ان الانتخابات اللي جاية دي هتجيب جزء كبير من الحزب الوطني هي دي المفارقة الغريبة يعني انت انت عامل ثورة عشان تلغي هذا الحزب حزب الوطني الوطني انه قفزت في البلد والثورة كانت ضده بشكل مباشر صح؟ فانت اتفاجئت ان الانتخابات اللي جاية فتحالوا كل الطرق ارتباط عضوي بالدولة يعني راجل كبير عيل عشان يمشي مصالحه كان لازم يبقى عضو في الحزب الوطني او نائب من نواب الحزب الوطني ده موجود في الصعيد وموجود في بعض مدن الدلتا يعني وخبالك ازاي فانت اتفاجئت ان لا ده هو عنده الباب اتكون لهم خمس احزاب قادرين يلتفوا من جوه الفردي ومنعت احنا منعت الطيرات الليبرالية والمدنية وكل الطيرات واليسارية من نفس الحظ يعني وهنا انت يعني عملت مشكلتين اولا ان انت هجيب لنا تاني الحزب الوطني وهتعيد انتاج النظام القديم بعد كل هذه الثورة وكل هذه المشاكل اللي حصلت في البلد والتوترات دي حاجة الحاجة التانية ان انت محققتش العدالة الحقيقية للتمثيل من اللي قاله استاذ عصام شيحة ان اصل العملية الديموقراطية هي تمثيل كل الناس انك تسمح بان هذا التمثيل يظهر بشكل مباشر القوايم والفردي هتفتت الاحزاب وهتفتت كمان النسب ومش هتخلي مسألة التمثيل حقيقية واضحة يعني مش كل الاصوات بنسبتها تبقى ممثلة في البرلمان هنا جات من التلت والتلتين طيب استاذ العسيز هل في ثغرات تانية في القانون تطلع اه القانون بشكله الحالي بشكله الحالي يحرم المرأة من انها تكون موجودة في البرلمان يحرم الشباب منهم يكونوا موجودين في البرلمان يحرم الاقباط منهم يكونوا موجودين في البرلمان يحرم الاحزاب الصغيرة لانك انت لما تبقى القيمة صغيرة بتمنع القوى السياسية انها تتحلف مع بعضها ولما تقول ان القيمة لازم يكون فيها سيدة انت عارف ان احنا مجتمع زكوري كله هيحط السيدة لو القيمة اربعة تبقى نمر اربعة لو القيمة تمانية هتبقى نمر تمانية ده معناها أن احنا مش هنشوف سيدات في البرلمان القادم الشيء الطبيعي أن احنا كنا نعمل في الترتيب الصغرة الأخيرة كمان أنك إصرارك على نسبة 50% عمال وفلاحين ده معناها بالضرورة أن المجلس القادم اللي مهمته اختيار جامعية تأسيسية لوضع دستور جديد يحكمنا في عشرات السنين القادمة حيبقى ما بين 70 و 75% عامل أو فلاح مش ممكن مش ممكن بعد صورة قامت على التقنية الحديثة قامت على التكنولوجيا أن احنا نبقي على هذه النسبة خاصة وأن احنا أغلبنا كلنا كنا أولاد عمال وفلاحين لكن الأمور اختلفت وأستطيع أن أنا عبر عن العامل وعن الفلاح يمكن أفضل بكتير من العامل والفلاح نفسه دي صغرة مهمة جدا النقطة الثانية أنه لازم دايرة تتبط بعدالة في توسيع الدوائر الانتخابية وتوسيع الدوائر الانتخابية لازم أرائي فيه الكسافة السكانية ولازم أرائي فيه الحيز الجغرافي ما عندناش مانع أن بعض الدوائر لها خصوصية فياخد بالمعيار الأمني أو المعيار الإداري لكن على الأقل ما تدينيش دايرة في بعض الدوائر في إنا مساحتها 200 كم مربع وبعض الدوائر داخل القاهرة مساحتها كم مربع مش منطقي أبدا في بعض الدوائر فيها 370 ألف ناخب وفي بعض الدوائر فيها 18 ألف ناخب ده كلام ما فيهوش عدال على الأقل يبقى مثلا كل دايرة فيها 100 ألف ممكن تفصل ل110 120 تفصل ل80 فيبقى فيه تقارب لكن ما بقاش أنا نائب قاعد في البرلمان بمثل 400 ألف ويقعد زميل جنبي مني بيمثل 20 ألف ما فيهوش منطقية ده كلام مهم جدا كمان ولازم يتحط في الحسبان بأن كل محافظة على الأقل تبقى دائرة انتخابية بذاته فنضمن أنك توسع دائرة وتضمن أنك أنت تعمل توافق وتضمن كمان أنك تتفادى كل سلبيات النظام الفردي وأهم سلبيات النظام الفردي احنا دايما بنتكلم عن البلطاجة وشراء الأصوات والعصبية والقبالية لا ده فيه أهم من كده أنه زي ما قال باسم إحنا عندنا اللي بينجح بيأخذ 49 بيأخذ 50% زائد واحد معناها بالضرورة أن المنافس اللي حصل على 49.5% من الأصوات بيتم إهدارها ده كلام مش منطق إحنا البررامان القادم لازم تمثل فيه الأربع طائرات الرئيسية اللي توافقت عليها الأمة المصرية في المئة السنة الأخير الطائر الليبرالي والطائر الإسلامي والطائر القوم والطائر الاشتراك عشان نضمن لما نعمل دستور نحترمه كلنا ويبقى دستور بيعبر عن الوفاق الوطن الواسع مش بيعبر عن فصيل سياسي لوحده ترجمة نانسي قنقر